كشف تقرير سري أعده فريق تابع للأمم المتحدة عن مواصلة كوريا الشمالية تطوير برنامجها الصاروخي رغم تعهدها بنزع سلاحها النووي وأورد التقرير معلومات تؤكد محاولة إخفاء بيونج يونج لأماكن تجميع واختبار السواريح الباليستية تفاصيل أكثر مع الزميلة روناك عادل على أعتاب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص تيفين بيغون إلى كوريا الشمالية يصدر تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة حول برنامج بيونج يونج الصاروخي الذي قد يهدد المحادثات بين البلدين استنادا إلى ما يحمله من معلومات التقرير المكون من 317 صفحة والذي وصفته وكالة رويترز الأنباء بالسري ونقلته عن فريق مراقبي الأمم المتحدة كشف أن برنامج الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية ما تزال قائمة وأن البلاد تعمل على التأكد من أن هذه القدرات لا يمكن تدميرها بأي ضربات عسكرية التقرير نوه كذلك إلى عثور فريق مراقبي الأمم المتحدة على دليل يؤكد سعي كوريا الشمالية الثابت لتفريق مواقعها التي يتم فيها تجميع وتخزين واختبار الصواريخ الباليستية وشدد التقرير المقدم إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على أن بيونج يانج تستخدم منشآت مدنية بما في ذلك المطارات لتجميع الصواريخ الباليستية واختبارها وفق رويترز لم ترد بعثت كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة يأتي ذلك قبل توجه المبعوث الأمريكي ستيفن بيغون إلى بيونج يانج للتحضير للقيمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والمقرر عقدها في أواخر شهر الشباط فبراير أجاري وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في بيان أن القيمة المرتقبة بين الزعيمين يجب أن تفضي إلى تقدم جديد فيما يتعلق بالتزامات كلا الطرفين خاصة فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية لبيونج يانج فضلا عن بناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية جدير بالذكر أن اللقاء الأول بين ترامب وكيم جونج أون تم في شهر يونيو حزيران من العام الماضي إفعهد كيم فيه بالعمل على نزع السلاح النووية ترجمة نانسي قنقر